اليوم نتحدث عن إبراهيم الخواص يسمى إبراهيم الخواص نسبة إلى أنه كان يعمل في الخوص يصلح الخوص ويبيع منه ويقتات به وهو رجل عالم سني من أهل إيران يحب الصحاري والبراري يقال أنه ذهب إلى مكة أكثر من 17 مرة ويقول في 17 طريق ويقول فيه طريق ذهب وطريق فضة كل طريق طبعا مختلف عن الطريق يحب التنوع في الطرق والمغامرات الصحراوية ذكر عنه أبو حامد ابن الأسود يقول كنت نوياه في سفر يقول فجينا في صحراء وهذه الصحراء عند الليل جاءت نسبة طلعت في الشجرة ونمت فيها يقول إبراهيم الخواص نام على ظهره يقول وبدأت السباع تدور به ولم يأكل شيء منها يقول بعد يوم أو يومين ونحن في رحلتنا هذه نومنا في مسجد يقول فجيتها حشرة يقول فتحرك منها وقلت الله يا إبراهيم قبل أمس كنا وسط السباع ما تحركت واليوم تحرك من حشرة قال الحال تلك الحالة كنت فيها بالله أما هذه الحالة كنت فيها بنفسي ويقول أن القلب له دواء ودواء القلب خمسة أشياء قراءة أولها قراءة القرآن بتدبر ثانيها خلاء البطن ثالثها قيام الليل ربيعها التضرع في السحر خامسها مجالسة الصالحي توفي بجامع الري عام 291 الهجرة خفر الله ترجمة نانسي قنقر